صباح الهنى والسكر الزيادة بما ان احنا في فصل الشتاء يبقى السوق مليان برتقان وسفندي قلت استغل الفرصة و اعمل احلى و اطعم و اخفي كيكة بتعم السفندي او اليوسفي زي ما بتقولوا من كتر خفيتها و طروتها هتخلص اول ما تخرج من الفرن و هنحل كل المشاكل اللي بتواجهكو في الكيك و هقول على اسباب نجاحها و فشلها لايقات كتير و شيرة عشان الكل يستفاد من الوصفة نسمي الله و نصلي على الرسول و ندخل على الطريقة بس ما تنسوش دعواتكم لمرضانا و مرضى المسلمين هنحتاج لخمس وحدات من السفندي بحجم صغير ولو حجمهم كبير ثلاثة او اربعة هناخد واحدة و نقسمها على نصين و نشيل البزور اللي جوه لانها بتمرر العصير انا ستة واحدة عشان نشوف بنشيل البزور اللي جوه ازاي لانها بتكون مش ظهرة بسكينة لها بوز او بعود شيش بنبتدي نشيل البزور اللي جوه و هاخد قشر سفن داية واحدة بس بس هشيل البياض اللي فيها لانه بيمرر معايا الكيك القشر بيكون مخصول كويس جدا و بالسكينة هنحكها و نشيل البياض و بتكون بالشكل الرؤية ده في الخلاط هنضربهم كلهم من غير ولا نقطة مية في الاول تحس ان تقيل على الخلاط بالمعلقة هتقلي بيهم حيتخلطوا على طول بكل سهولة بس اوعى تزويدي ولا نقطة مية هنجيب المصفة اللي هي مصفة الشاي اللي عيونها ديقة و نصف العصير كويس جدا و الالياف اللي خرجت معنا دي هنرميها و بكده معايا عصير سفن دي او يوسيفي بيور يعني فرشي من غير ولا نقطة مية هناخد من العصير كباية واحدة بس و الكباية اللي هتعير بيها العصير هتعير بيها كل المأدير بنفس الكباية اللي عيرت بيها العصير هتعير بيها الزيت معايا كباية الا ربع من الزيت و كباية و ربع من السكر و السكر لازم يكون ابيض مش غامق ممكن تقلل السكر للكوباية لو حبت و 3 حبات من البيت بدرجة حرارة الغرفة ما يكونش خارجين من التلاجة هزود عليهم السكر وكسين من الفانيليا هنضرب كل المكونات مع بعض كويس جدا لاني عاوز الخليط يهيش معايا ولونه يفتح و هنضربه مدة ما تقلش عن 3 دقايق و نريح الخلاط من وقت للتاني اول الخليط ما تلاقيه فتح معاك بالشكل ده زوده عصير البرتقان و ادي له ضربتين حلوين و الخلاط شغال معاك يزود الزيت بس يزوده على هيئة سرسوب انا بصراحة بفضل ايه الطريقة دي لكن لو حبت زوده دفعة واحدة ما فيش اي مشكلة و زود كمان معلقة كبيرة من الخل فايدة الخل ان بيساعد على هشهاشة الكيك وكمان بيخلي قلبها ابيض نديهم ضربتين حلوين وبكده الخليط جاهز معايا ندخل على المواد الجفة بنفس الكوباية اللي عيرت بيها المكونات السائلة هنعاير بيها دي معايا كوبايتين ونص من الدي ايه هزود عليهم كيس من البكنج بودر و ده نوعية البكنج بودر اللي انا بستخدمها جبت مصفة الشاي و قلت انخله لاني حسيت ان فيه تكتلات و معلقتين كبار من النشا يعني كيس من البكنج بودر و معلقتين كبار من النشا هنزودهم على دي و رشة بسيطة جدا جدا من الملح نديله تقليبة حلوة كده نجيب الخليط و نزوده على الدقيق و نقلبه بالمضرب اليدوي و لازم تتأكد ان دي اختلط كويس جدا و ما يكونش ليه اي اثر هنستغنى عن المضرب اليدوي و بالمعلقة السيليكون هنقلب الخليط كويس جدا من تحت الفوق لان ساعات دي بيكون مركون في قاعد طبق نديها تقليبة حلوة كده نجيب الصانية اللي هنستخدمها في سوى الكيك مقاسها 26 و لو هتستخدمي صانية مربعة يبقى الصانية الوسطانية في الثلاث مقاسات بندهنها بالزبدة او الزيت دهنة حلوة قوي و بصبي فيها الخليط و بديله خبطتين عشان اخرج اي فقعات هوا موجودة فيها دلوقتي يا قلبي هاقولك على طريق التسوية الكيك المزبوطة و هاقولك على المشاكل اللي بتواجهك فيها و هنحلها مع بعض اول حاجة طبعا بنكونوا مسخنين الفرن كويس جدا و تهدي النار على 180 و لو ما عندكش تايمر خلي النار لا هدي قوي ولا عالي قوي تكون متوسطة مدة سواها من 40 دقيقة 45 دقيقة و ممكن تختبريها بعود الخلة و لو حسيت اني وشها محتاج لون بعد ما اتطفل بتجاز ولا عش شوية و الشها ياخد لون اول الكيكة ما تخرج من الفرن سيبها لحد ما تبرد تماما وبعد كده تقطعيها بسم الله ما شاء الله اول سبب من مشاكل الكيك انها بيكون قلبها غامئ مش فاتح ده بيرجع يا قلبي لتلات اسباب اول حاجة نوعية البكنج بودر مش كويسة نوعية السكر استخدمت سكر غامئ مش ابيض و تالت حاجة مدة السوا زادت جدا جدا في الفرن يعني خادت وقت طويل معاكي ساعات الكيكة بترتفع معاكي وبتكون واخد اللون الدهبي و اول ما بتخرجيها من الفرن بتهبط معاكي ده سبب يا قلبي انك دخلت الكيكة على نار عالية جدا هي فيها مواد رفعة فارتفعت معاكي و في نفس الوقت قلبها زي العجيب لازم من البداية تكون مزبضة درجة حرارة الفرن تاني سبب ان الكيكة قلبها بيكون عجين ان قوامها بيكون خفيف معا ان المأدير بتكون مزبوطة ده يا قلبي يرجع لنوعية الدي اي كل نوع د اي بيختلف عن التاني لو حسيت ان قوامها خفيف ممكن تزودي معلقة و تقلبي لحد ما تحصلي على القوام المزبوط وكمان يا امر ممكن كمان لو الخليط تقيل معاكي يحصل معاكي نفس الشيء انها تبقى عجين من جوه و ما تستويش يبا لو تقيل معاكي ممكن تزودي معلقة او معلقتين من عصير السفندي او البرتقان او الحليب ايا كان اللي استخدمتي في الكيك يا بس بوسا ساعات كيكة البرتقان او السفندي بتلزق معاكي ده بيرجع يا قلبي انك زودتي سكر كتير او غطتيها فوشها بيلزق معاكي الكيكة بعد ما خرجتها و سبتها بردت بالشكل ده قطعتها طبعا التقطيعة دي ترجع ليكي و زي ما تحبي و بسم الله ما شاء الله بصراحة ريحتها قلبها شقة خفيفة وهشة و سفنجية و مساماتها ما شاء الله و قلبها ابيض زي الاشتر هيا واخد اللون الاصفر شوية لون السفندي اللي هو اللون البرتقاني الخفيف من اسهل واحلى الكيكات اللي هتعمليها ولو جربتيها مرة هتعتم ديها على طول مقادرها كلها اقتصادية وبسيطة و متوفرة عندنا في البيت و كمان الشكل باين قدامكو هشة و خفيفة و مرتفعة ما شاء الله هنقول على المقادير و هكتبهالكو في صندوق الوصف تحت الفيديو و لو في اي سؤال انا نسيتو اكتبوا لي في التعليقات و انا هجاوب عليها على طول الكباية اللي هتستخدميها في المواد السائلة تستخدميها في المواد الجفة لازم تكون موحدة معي كباية من عصير السفندي او اليوسفي بس اهم حاجة يكون بيور مع لهوش اي مية وتكون شاي للبزر من السفندي لانه بيمرر معانا العصير كباية الا ربع من الزيت كباية وربع سكر و يكون ابيض و ممكن تقلل الكمية لكباية واحدة أهم حاجة يكون السكر أبيض معايا 3 حبات من البيض بيكون بدرجة حرارة الغرفة وكسين من الفانيليا وكيس من البكنج بودر 16 جرام لكن الكيس اللي أنا استخدمته كان 18 جرام مفيش مشكلة معلقة كبيرة من الخل ورشة ملح صغيرة وكبيتين ونص من الدقيق ومعلقتين كبار من النشا بالنسبة للدقيق لما تعيريه بالكباية ما تمليش الكباية أو تضغطيها يعني امليها كده خليها مهوية وامسح الكباية من فوق كده العيار هيكون معيك مصبوط يارب يكون الفيديو خفيفة على قلبك واستفدتوا ولو بمعلومة صغيرة ما تنسوش دعواتكم الحلوة البسبوسة واللايك والشير عشان الكل يستفاد من الوصفة واشتراك في القناة لو أول مرة تشوفوا كناة بسبوسة ضمتم في حفظ الله ورعايته